أشهد أن عليًا أمير المؤمنين حقا ثلاثا كما قلت لكم قبل قليل من أن عالم الإدراك في الكيان الإنساني عالم عجيب ومعقد جدا الإحساس عند الإنسان وهو جزء من طبقات إدراكه وهذا الإحساس يتنوع عند الإنسان نفسه وما بين الناس على سبيل المثال الفنان التشكيلي حينما يكون معجبا مثلا بمنظر غروب الشمس عند ساحل البحر عند مروج قرية من القرى في مدينة صغيرة هادئة في أي مكان من الأمكن ويتملكه شعور وإحساس خاص به يحوله إلى لوحة مرسومة الذي لا يمتلك نفس الشعور ونفس الإحساس يراها لوحة جامدة يرى مغيبة شمس بقايا قرص أحمر من الشمس ويرى شفق أحمر ما يمكن أن يراه الإنسان في لوحة لغروب الشمس لكن الفنان نفسه يرى مشاعره في تلك اللوحة ولربما يأتي شخص تتوافق مشاعره مع مشاعر ذلك الفنان قد يكون من أهل القرية تلك وقد فارقها منذ زمن بعيد ويرى اللوحة فينشأ عنده إحساس ويرى إحساسه في تلك اللوحة يستشعر به أقرب لكم الفكرة إنه مثال مثال الأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه كنت أحدثكم عن الفن وعن الرومانسية في الفن سأحدثكم عن الهلوسة الهلوسة حالة مرضية اضطراب في الإشارات الذهنية وفي المعادلات التي تنقل عبر الجهاز العصبي إلى المخ الهلوسة حالة إذا ما سيطرت على الإنسان فإنه يرى أشياء ويسمع أصوات لا حقيقة لها على أرض الواقع لكنه بالفعل يسمع أصواتاً وبالفعل يرى أشياء يرى ذلك الذي بجانبه لا يرى ومن هنا حينما يسخرون منه فإما أن ينطوي على نفسه ويكون حاقداً على الآخرين وإما أن يتعالى عليهم ويراهم مجانين هذا الذي يراه بعض المجانين في عقلاء الناس أنهم مجانين هي الحسبة تاهت نحن الآن لا نعرف ياه المجنون وياه العاقل بحسب الواقع الحسبة تاهت ذاك الذي دخل إلى المدينة ورأى مجنوناً جالساً عند بوابة المدينة فسأله ممازحاً قال كم مجنون في المدينة قال قل كم عاقل في المدينة حتى أستطيع أن أعدهم كم مجنون لا أستطيع أن أعدهم أهل المدينة كلهم مجانين هي ضاعة الحسبة علينا علي حال أعود إلى المثال هذا المهلوس يرى أشياء هي ليست موجودة في الواقع لكنه يراها فعلاً ويسمع أشياء ليست موجودة في الواقع لكنه يسمعها فعلاً ولذا حينما ينكر عليه من الآخرين قلت لكم إما أن ينطوي على نفسه وإما أن يتعالى على الآخرين فيرى أن الآخرين أخبياء لا يرون لا يرون كما يرى ولا يسمعون كما يسمع إنهم أغبياء هو أعلى منهم منزلة أذكر لكم مثالاً عملياً يعود بهذا إلى زمن التسعينات حينما كنت في مدينة قم أعتقد في سنة 1991 شاب من المتدينين أصيب بمرض نفسي وكان يهلوس سمعت به أشفقت عليه فأخذته في أحد الأيام معي إلى بيتي وكان الوقت وقت غداء هذه قضية عملية وكانوا قد طبخوا في البيت الطعام في ذلك اليوم بالتعبير العراقي تمّن أمرك باقلة خضرة رز مطبوخ مع حسائل باقلة الخضراء فجبت الأكل خليت على السفرة اللي جالسين على السفرة أنا وهو أهنيو هذا الشاب تفضل بدأنا نأكل هو أخذ ملعقة بتعبيرنا العراقي خاشوقة أخذ ملعقة أخذ لها خاشوقة مرك وتوقف قلت لها خير ليش توقفت قال عيني وقعت بالماعون أشار إلى عينه هذه قال عيني أشار إلى العين اليسرى إلى الآن أتذكر الصورة قال عيني هذه وقعت بالماعون وفعلا أنظر إلى عينيه وإلى حركة عينيه هو يرى شيئا في الماعون في الإناء قلت له خب طلعها طلعها بالخاشوقة بالملعقة طلعها وأكل فعلا أدخل الملعقة وأخرج شيئا ولا يوجد شيء ولكن من خلال حركته هو يخرج شيئا حقيقيا أخرج شيئا وألقى بما أخرج من الحساء من مرق الباقي اللي أرقى به على السفرة أخذها خاشوقة ثانية وتوقف قلت لها خير قال ما هاي عيني الثانية وقعت بالماعون ما أقدر تلعب نفسي قلت لها خب طلعها نفس العملية المهم بعدين إذنا وقعت بعدين خشمة وقع خشمة يعني أنفة أنفة وقع خشمة وقع بالنتيجة كل حاجاته وقعت بالماعون بعدين ما أكل أنا أعرف هذه القضية أعرف حالة الهلوسة عندي اطلاع إجمالي على علم النفس و سيكولوجي بشكل إجمالي أعرف هذه القضية فكنت أصدقه ما كنت أسخر منه هو فعلا يرى عينه تقع في الإناء فعلا كان يرى ذلك هذه هلوسة هذا نوع من أنواع الارتباك في منطقة الإحساس في منظومة الإدراك البشري عند الإنسان هو يرى أشياء لا حقيقة لها لكن الذي يساعده على ذلك ما هو الذي يساعده هو نفس منظومة الإدراك عند الإنسان هناك عملية ارتباك بالضبط مثل ما يضرب جهاز الكمبيوتر بفيروس عملية ارتباك هناك فيروس ضرب منطقة الإحساس في منظومة الإدراك عند الإنسان فيرى أشياء وهو يعتقد من أنها فعلا موجودة وفي الحقيقة لا وجود لها هذه الهلوسة مثال أنا لا أريد أن أقيس عليها هذا مثال قربت لكم فيه الفكرة عن أن الناس تختلف في أحاسيسها وحتى الإنسان نفسه يختلف في أحاسيسه من ظرف إلى ظرف ومن حالة إلى حالة ومن موضوع إلى موضوع هذا الذي يعشق امرأة عشقا ضاربا هناك من يبتلى بعشق ضارب إلى أبعد الحدود يحشق امرأة جميلة فاتنة مثيرة وقع في غرامها بسبب تركيبته النفسية بسبب الإسقاطات التي مرت في حياته فإنه يذهب في عشقها إلى أبعد ما هو من رغبة التواصل الجسدي والتواصل النفسي العاطفي يرى فيها ما هو أبعد من ذلك هذا قطعا قبل أن يتزوجها أما إذا تزوجها فالحكاية ستكون بشكل آخر لكن الحديث في مرحلة العشق يتحول عشقه إلى هيام إلى أبعد الحدود إلى درجة أنه إذا ما مر بحديقة واقتطف وردة وردة جوري مثلا وشمها فإنه يشم فيها رائحة عشيقته هو هكذا يخيل إليه إحساسه يرسم له هذا المعنى هو يشعر بهذا هو لا يمثل ولا يكذب على نفسه وهو إحساس حقيقي بالنسبة إليه ناشئ من التواصل فيما بينه وبين عشقته ومن التواصل فيما بينه وبين هذه الوردة الجميلة ولأنه يواصل بين بين جمال الوردة وحلاوة عطرها ورائحتها وبين الجمال المتخيل في مخيلته لتلك المرأة التي يعشقها كل هذا ينشأ في إحساسه وهو إحساس حقيقي بالنسبة إليه لو أن شخصا بجانبه لو أن صديقه عارف منه من أنه هكذا يفكر أو أنه قال لصديقه إنني أشم رائحة فلانا في هذه الوردة في وردة الجور هذه واستهزأ منه صاحبه فإنه يرى أن صاحبه غبي أو أن صاحبه يحسده لأنه فعلا يشم رائحة عشقته رائحة حبيبته في رائحة هذه الوردة لكن هل هناك من حقيقة لذلك على أرض الواقع ليس هناك من حقيقة لذلك على أرض الواقع في طبقة الإحساس هناك ما يسمى بالإحساس المشترك وهذا المصطلح له أكثر من دلاله قد يستعمل في حواسنا المعروفة إذا كان هناك من شيء يرى ويسمع ويشم ويذاق على سبيل المثال في الوقت نفسه جميع الحواس أو أكثر الحواس تشترك في تحسسه الحس النهائي الجامع بين هذه الحواس يقال له الحس المشترك وقد يطلق على الجمع ما بين الحس المعنوي والحس المادي وقد يطلق على ما هو أبعد من ذلك الحس المشترك الحس المشترك منطقة في جهاز الإحساس عند الإنسان في منظومة الإدراك الإنساني تشتغل في بعض الأحيان عند الأشخاص يستشعرون أشياء الآخرون لا يستشعرون بها لا أتحدث عن الهلوسة الهلوسة مرض أما إحساس العاشق برائحة حبيبته وأنه يتصور من أنها في رائحة الوردة الجميلة التي بيده هذا ما هو بهلوسة هذا إحساس حقيقي ناشئ من معادلات من التواصل فيما بين هذا العاشق ومعشوقته وما بين هذا العاشق وهذه الوردة الجميلة وما يقوم هو به بسبب عشقه من عملية وصن وربط بين عاشقته وهذه الوردة مجموعة معادلات خوارزميات تنتج هذه النتيجة لكن النتيجة ليست موجودة في الواقع على الأرض إنها موجودة في واقع الإحساس فللإحساس واقع هذا الواقع بسبب هذه المعادلات أنتج هذه النتيجة بالنسبة للهلوسة ذلك مرض هناك فيروس ضرب المعادلات هناك إحساس فني عند الفنانين عند الفنان التشكيلي مثلا أو عند سائر الفنانين الآخرين هناك إحساس شاعري عند الشعراء عند الشعراء المبدعين هناك إحساس أدبي عند الأدباء خصوصا عند كتاب الروايات الأدبية العميقة المرموزة هناك إحساس فلسفي رؤية للأشياء في أعمق ما تكون بغض النظري عن صحة تلك النتائج هناك إحساس صوفي هناك نزعة صوفية عند الإنسان هذه النزعة الصوفية عند الإنسان تشعره بوحدة الوجود بين الموجودات بما أنه جعل نفسه مصدرا للتوحيد يحكم بهذه النزعة على وجود الله فيخلط وجود الله ووجود الحقيقة المحمدية ووجود الكائنات بينما إحساسه الصوفي لا يتجاوز هذه الموجودات التي هو جزء منها ففيما بينه وبين الذات الأولى قطيعة مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل هناك قطيعة وهل يرحم الزائل إلا الدائم الزائل ليس في يده شيء هو محتاج إلى رحمة الدائم قطيعة بين الدائم والزائل والزائل ليس في يده شيء ينتظر الرحمة الآتية مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا لا يرحم الفاني إلا الباقي نذهب إلى فاصل